السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 19 تشرين الثاني أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود في برج القوس وعننا خلو مسار رح يستمر لأول ساعات من يوم الغد القمر بما أنه موجود في برج القوس حكينا أنه رح يظل الساعة وحدة و 54 دقيقة من فجر يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و 54 دقيقة من صباح يوم الخميس وبعدها القمر بده ينتقل لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته نشعر بالارتياح والسعادة والنشاط منلتقي بأناس أكثر سعادة نتعمق في شخصيتنا بفضل تفاعلنا والطاقة العالية لبي يتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة رياضة أو الخروج في نزهة ويمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وبإمكاننا نعبر هاي الفترة عن أمورنا أو عن أعمالنا بشكل ممتاز وخصوصا الأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية طبعا اليوم رح تبدأ تأثيراتها اللي هو 19 عشرة ورح تستمر تأثيراتها ليوم 25 عشرة ذروتها يوم 22 عشرة تمام الساعة 14 دقيقة بعد العصر بالنسبة لهاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الأعمال الفكرية والمقاومة الجسدية لمنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا هذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية برضو بتدل على تركيز الصحافة وسائل الإعلام على المواضيع التهريخية والتراثية والنزع المحافظة للبلاد كما أنها بتركز على مردودية القطاع الفلاحي وتطور الصناعة أو تطوير الصناعة الثقيلة والتعدين والمناجم ومؤسسات الدولة والتجارة وبما أنه عطارد برضو إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون طبعا بالنسبة لهذه الزاوية ذروتها الساعة خمسة واثنين وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وبتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب تدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في التعاملات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية الساعة ستة وأربعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبرضو بيصير في عنا ثقة بالنفس أكثر وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون في تمام الساعة سبعة ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة سبعة ودقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وخمسين دقيقة من فجر يوم الجمعة لا يستقر القمر بعديها في برج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما فيه أي مشاكل لإجراء عمليات جراحية ولكن مش في فترة خلو المسار مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر طبعا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمس أيام في تمام ساعة ثمانية وتسعة عشر دقيقة صباحا بصير ست أيام نسبة الإضاءة سبعة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ستين في المية القمر في القوس حتى يوم عشرين عشرة منتحس الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمسة في المية ساعات العصر بصير سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة سعيد بنسبة عشرة في المية الزهرة في العذراء حتى يوم ثمانية حداش سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في العقرب حتى يوم اربع وعشرين احداش سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم واحد وثلاثين اتناش منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم اربع احداش منتحس بنسبة خمسة في المية وارنس في الثورة بيتراجع حتى يوم سبع وعشرين واحد منتحس بنسبة خمسة في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا زي يوم أمس بتنشط اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة ولكن اليوم أكثر إيجابية وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن بعض موليد برج الحمل يخرج في نزهة أو رحلة أو سفر أو يروجوا لعمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها ومرضو هاي الفترة فيها نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة بشكل كبير لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على رأي الغير بتتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وأيضا حاول أنك ما تداين حد فلوس أو ما تكفى الحد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا منقدر نقول أن القمر ما زال موجود مقابلك كمان اليوم ولكن أخفض ضغط من يوم أمس فبظل هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج وأيضا للمصالحات ولكن رغم هيك بتظل فترة فيها نوع من أنواعي السلبية لأن القمر مقابلك طاقتك ضعيفة شوي فبتظل ضاغطة ما بينفعك سوى الصبر والمرونة يعني لغاية يوم الغد بتتحسن الأجواب بشكل جيد فعشان هيك حاذر اليوم لأنه ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات فلا تفقد السيطرة على عصابك بالنسبة لموليد برج السرطان بتكتين جزوه اليوم قدر الإمكان ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك طبعا لأن القمر الآن بيتجه للمقابلة فطاقتكم بدأت تنزل فانتبهوا لغذاءكم وراحتكم كونوا منظمين احسنوا إدارة عملكم والوقت أيضا وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم مش إنك ما تهمل الوجبات اتجاه العائلة أو الأحبة وحاول إنك تصحح الأخطاء قدر الإمكان خلال هذا اليوم إذا في عندك مشكلة مع الحبيب اليوم جيدة للمصالحات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون مع أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شي إنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء شوي عدائية ومتوترة فحاول إنك تراعي وضعك الصحي من بعض التقلبات وأيضا الوضع العائلي بشكل أكثر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا يجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران وبتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير على رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة يعني ورشة عمل لتأهيل قدراتك بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي ابتيجي هاي الفرصة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم أو ما لكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال يعني ما في داعي للمصاريف لزيادة ممكن تهتموا لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة جيدة ممكن تتحقق من خلالها ربح أو هدية أو دعم مالي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تتحقق نجاح باهر خلال هذا اليوم الأجواء جيدة ودعمة برضو بقوة أفضل من يوم أمس برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لآخر يوم فبدك تتحمل هذا اليوم بأي شكل بكرة خلاص القمر بوصل لعندك بتتحسن الأجواء ولكن هذا اليوم بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة أو تعزز شعبيتك أو تحصد أرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك الأجواء جيدة ولكن بدك تنتبه حاول تنجز كل الأعمال الضرورية والمهم اليوم لأنه يوم الغد الجمعة القمر رح ينتقل ويصير في بيت متاعبك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدك تهدوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين احرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة احرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها طبعا القمر موجود في بيت السمعة فلازم تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وحاول أنك ما تدخل بأي مواجهات وما تخالف القوانين هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء